بأخلاقنا نرتقي والقيم بهذابنا وبحسن الشيام بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم لعانى إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم إلى قيم الخير هيا بنا و أرواحنا عليات الهمم الحمد لله رب العالمين و أفضل الصلاة و أتم التسليم على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين مشاهدين الكرام السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و أهلا و مرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم اليومي المباشر قيمنا نتحدث في هذه الحلقة بإذن الله عن قيمة عظيمة قيم من هذه القيم التي نعتز و نفتخر بها إسعاد الآخرين و خاصة في هذا الشهر الكريم يسرنا بداية أن أرحب بضيفنا فيها للستوديو الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الثقافي حياكم الله دكتور حياكم الله أخي مصطفى و حيا الله جميع المشاهدين و المشاهدات حياكم الله و نحن اليوم نتحدث عن قيمة إسعاد الآخرين هذه القيمة العظيمة ما لها من أجر و ما لها من صور متعددة إن شاء الله سنتناولها في هذه الحلقة بإذن الله بداية نتحدث عن مفهوم إسعاد الآخرين ماذا نقصد بهذا المفهوم طيب بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و أصلي و أسلم على المبعوث رحمة للعالمين ثم أما بعد نبارك لكم أخي مصطفى و للمشاهدين و المشاهدات على العشرة المباركة بإذن الله و نسأل الله سبحانه و تعالى القبول فيما مضى من الأعمال بإذن الله حقيقة كما تفضلتم إسعاد الآخرين و قيمة إسعاد الآخرين هذه من نبل ما وضعت في الإسلام و حقيقة لها مفهوم عظيم جدا جدا ألا و هو كيف تدخل السرور على قلب مؤمن هذا السرور حقيقة له أشكال متعددة في إدخاله سواء من خلال التعامل المباشر أو التعامل الغير مباشر و بإذن الله أثناء هذه الحلقة المباركة سنتحدث عن أشياء كثيرة فيما يتعلق بهذه أصوأ لكن يهمنا حقيقة أن السرور هو إدخال السعادة على قلب هذا المؤمن المحتاج لهذه السعادة نعم يا سلام نتحدث أيضا عن مظاهر هذه القيمة و من حياة النبي صلى الله عليه وسلم و لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوأ الحسنة الذي جعل من إدخال السرور إلى قلب المؤمن جعله من أفضل الأعمال و من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى بعد أداء الفرائض والعبادات لعلا نتحدث عن هذه المظاهر من سيرته صلى الله عليه وسلم حقيقة لنا كما تفضلتم في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة في التعامل مع الناس و كيف إسعادهم و هناك أحاديث نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسعاد و أهمية إسعاد الناس فعن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس و أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربا أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوان و هذا الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل عظيم على أهمية إدخال السرور بل على أهمية التكافل الاجتماعي بل على أهمية حب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك فنحن حقيقة نحتاج أن يكون في هذا المجتمع هناك تكافل هناك قدوات هناك بناء اجتماعي الكل يراعي الآخر الكل يقدم للآخر من أجل السعادة من أجل أشياء كثيرة بل يحرص أن يقدم لأخيه المسلم ما يقدم لنفسه نعم إذن كما تفضلتم هذه الأعمال و أحيانا أنا قرنت بالإيمان لا يمنحكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ننتقل إلى صور و مجالات هذه القيمة إسعاد الآخرين بأي الصور يعني ممكن أن يكون يعني قد يفهم البعض أن يكون إسعاد الآخرين مجرد بمساعدتهم مثلا أو بإهدائهم هدية أو غير ذلك الله أكبر كما تفضلتم إدخال الصور له صور متعددة أحد هذه الصور و ليس أقول أقلها إنما هي أفضلها كما يقال ولكنها أقل في العمل ألا وهو التبسم في وجه أخيك المسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال البسمة أو التبسمة في وجه أخيك صدقة هذا العمل حقيقة لا يحتاج مننا الشيء الكثير إنما هي فقط ابتسامة و مقابلة أخيك المسلم بوجه بشوش فأنت تأخذ على ذلك صدقة وأجر من الله سبحانه وتعالى قواء قضاء حوائج الناس و السعي مهم هذه من الأعمال المهمة والتي نحتاجها كثيرا في مجتمعنا الآن هناك المعوز وهناك المحتاج وهناك الأرمل وهناك الضعيف وهناك المسكيد فكيف نقدم لهم المساعدة فكيف نقدم لهم الحاجة فكيف نقدم لهم العطاء و من خلال هذا العطاء و من خلال قضاء حاجاتهم سيدخل السرور إليهم بإذن الله أيضا كيف نتسابق في تبشير الناس بالعمل الخير كيف نتسابق في تبشير الناس بإعطاهم السعادة والبهجة والسرور نحن نتمنى أن نكون من المبشرون إلى الخير دائما وليس من المبشرون إلى والعياذ بالله إلى السوء أو غير ذلك أيضا نحتاج حقيقة أن يكون لدينا ديدا في حياتنا كيف نستطيع أن ندخل السرور على قلوب هؤلاء المساكين المسكين فقط يحتاج الكلمة الطيبة لا يحتاج منا بعض الأعمال الكبيرة يحتاج منا الكلمة فالكلمة الطيبة تأخذ عليها أجر وتدخل عليها السرور كلمة جزاكم الله خير طيب الله أثركم أحسن الله إليكم رحم الله والديكم هذه الكلمات الجميلة هي عبارة عن دعاء ولكنها تدخل السرور في قلب هذا المسكين أو في قلب هذا المحتاج أو في قلب من يحتاج إلى إدخال السرور دكتور هناك بعض الأحوال من كان مريضا مثلا الكلمة الطيبة تترك فيه أثر عظيم حقيقة نعم الله أكبر سبحانه يا ليتنا نحن نكون كما يقال من المحفزين من الإيجابيين كما يسموناه في علم الإدارة من الإيجابيين من إعطاء الصورة الإيجابية لهذا المريض يعني حينما ندخل عليه ندعو له طبعا كما خبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ندعو له بالشفاء وأيضا نبشره بالشفاء العاجل بل نقول ما شاء الله وجهك اليوم مصفر أنت أحسن من أول ما شاء الله أمورك إلى أفضل وإلى أحسن نعم بل ربما أنا أزيد قلوا قابلت الأطباء وخبروني بأشياء جميلة لعل هذه الأمور هي عامل نفسي لعلها نوع من أنواع العلاج لهذا المريض نعم بارك الله فيكم أيضا ذكرتم نقل الأخبار وهذا الشيء يعني كثير ما يلاحظ في مسائل التواصل الإنسان يعني ينقل ما هبه وده من الأخبار والرسائل لعلنا أيضا نركز على هذه النقطة حقيقة أنه تنشر الخير تنشر ما يسعد الناس وما يعني يدخل في قلوبهم السعادة والبهجة أخي مصطفى حقيقة من هذا المنبر الإعلامي المبارك أبث رسالة إلى المؤثرين في الإعلام وإلى كل شخص حقيقة يبحث أو يرسل رسالة من خلال قنوات التواصل الاجتماعي كن بناء وكون صاحب خير في هذا المجتمع لا تكون معولة هدم والعياذ بالله في هذا المجتمع قدم الخير لهذا المجتمع إرسل الرسائل المبشرة وليست الرسائل المنفذة احذر من الرسائل السلبية التي تهدم بناء المجتمع ومن إشعاعات وغيرها بل تسبب القلق وهذا ما لا نريده حقيقا نحن نريد الخير يعم عموم المسلمين ويعم المجتمع الذي تعيش فيه نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم أستغلقكم في هذا الفاصل القصير مشاهدين الكرام ونواصله إياكم بإذن الله إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عليات الهمم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عليات الهمم أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة برنامج قيمنا نتحدث عن قيمة إسعاد الآخرين مع ضيفنا الدكتور أحمد الثقفي حياكم الله دكتور حياكم الله وكما سمعنا في هذه الآية الكريمة وبشر الذين آمنوا فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء مبشرا الله أكبر كما أخبرتك أخي مصطفى في بداية الحلقة الإسلام منهاجه هو إدخال السرور على المسلمين بل هو تبشير الله سبحانه وتعالى حينما يدخل الشخص من الكفر إلى الإسلام فهو يدخل من الظلمات إلى النور والنور هنا السعادة والسرور والتبسم بشتى أنواعها فنحن حقيقة نحتاج أن يكون لنا منهاج كما أخبرنا والدين الإسلامي هو منهاجنا في ذلك ولله أيضا من صور ومجالات إسعاد الآخرين حقيقة الآن مجال العمل التطوعي اللي حقيقة فيه جوانب متعددة في إسعاد الآخرين وقضاء حوائجهم وخدمتهم بشكل جميل لعلنا نتحدث عن هذه القيمة العمل التطوعي وأثره وكمية السعادة التي ممكن استفادة منها في هذا الجانب ونفعل العباد الله أكبر التطوع وما أدرك ما التطوع كما يقال هو حقيقة باب من أبواب السعادة السعادة على المتطوع السعادة على المجتمع والسعادة أيضا على المنظومة بشكل كامل الذي وهو العمل الذي يغتم في هذا العمل التطوعي ولدينا صور كثيرة في المجتمع من الأعمال التطوعية التي ولله الحمد أسهم فيها أبناؤنا وبناتنا المتطوعهم في الأعمال الخيرية وقدموا الكثير للمحتاجين وللمستفيدين وحققوا ولله الحمد حينما تسألهم ماذا حققت من هذا العمل التطوعي يا متطوع يقول حققت الرضا والسعادة والقناعة والابتهاج في كثير من أمور حياته فلذلك نحن نجد أن هناك أمور كثيرة يتحقق لهذا المتطوع واحدة منها كما قبرتك سابقا ألا وهي السعادة البعدية التي تأتي بعد العمل حينما يقول له أحد المستفيدين جزاك الله خير كثر الله من أمثالك الله يكتب لك الأجر رحم الله والدك دعوات سبحان الله دعوات صالحة هذه تدخل السرور على نفس المتطوع أيضا تحقيق الذات هنا المتطوع يريد الشخصية المعنوية يريد أن يكون له بصمة يريد أن يكون له أثر يريد أن يكون له قيمة مضافة في المجتمع فحينما يعمل هذه الأعمال ويقدم خير في هذا المجتمع ثق تماما سيكون له الأثر سيكون له البصمة مثل مثل ماذا الأعمال ممكن التي الآن يقدمها ممكن الآن يسمعنا ما شاء الله أحد الشباب ماذا ممكن أن يقدم خاصة في هذه الأيام الله أكبر لدينا في هذه الأيام على سبيل المثال إفطار الصائمين إفطار الصائمين ما شاء الله تبارك الله في الحرم المكي في الحرم المدني وفي أماكن متعددة هذه ولله الحمد تدخل البهجة والسرور على إخواننا الصائمين ولك الأجر مثل ذلك بإذن الله أيضا لدينا على سبيل المثال تنظيم الأماكن التي تتعلق بالمصلين الخدمات الصحية سواء للزوار والمعتمرين في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة أو في دخولها المنافذ سواء من المطارات أو المواقيت الكثير من الأعمال التطوعية حتى الأعمال التطوعية من خلال التقنية سواء برسال الرسائل أو من خلال تقديم المحاضرات أو البرامج التدريبية التي تنفع حقيقة المجتمع وتقدم كما أخبرتك سابقا القيمة المضافة لهذا المجتمع يعني وسائل الإسعاد الآخرين كثيرة ولمنجلة التطوع الآن كثيرة حتى لو كان في المسجد حتى لو كان الجيران حتى لو غير ذلك من هذه الأمور وجميل الدكتور أيضا في هذه ونحن نتحدث عن التطوع أنه نغرس في الأبناء يعني حب هذا العمل وكيف أنه أنت تسعد الآخرين وتنفعهم هذا شيء طيب يعني جميل أن يكون حتى الأبناء يشتركوا معنا في هذه أحسد لنا في ذلك قدوة قدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في غرس هذه الأعمال في قلوب صحابته الكرام حينما كان يبادر في عمل أعمال الخيرية حينما كان يسأل في بعض الأعمال الخيرية حينما كان يقدم في بعض الأعمال الخيرية فكان الصحابة رضوانا الله عليهم يأتون من بعده ويعملون مثل أعمله حقيقة نحن نحتاج كما أفضل نحتاج أن يكون في أبنائنا مثل هذه القدوات نحتاج أن يكون لدينا قدوات في هذا المجتمع الذين يعملون العمل الخيري ونبرزهم بشكل مناسب بحيث أبناؤنا يقتدون ونغرس في أبنائنا حب العمل التطوعي وحب العمل الخيري وخير الناس أنفعهم للناس نعم بارك الله فيك تحدث عن مجالات الآن العمل التطوعي على صعيد أكبر على المجتمع يعني هناك ما شاء الله جمعيات هناك عمل تطوعي بشكل منظم ومرتب أثر ذلك على المجتمع بشكل عام حقيقة ولله الحمد نحن في بلد ولله الحمد أصبح العمل التطوعي فيه عمل مؤسسي حينما كان سابقا عمل قائم على الفزع كما يسمونها باللغة العامية الآن أصبح لدينا منصات حكومية تستقبل المتطوعين وتوجيهم إلى العمل التطوعي المناسب هناك على سبيل المثال منصة التطوع الحكومي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هناك أيضا منصة التطوع الصحي التابعة لوزارة الصحة والتي تخدم عموم المشاركين في المجال الصحي هناك بعض الجمعيات الخيرية سواء في منطقة مكة المكرمة التي نحن فيها أو في خارج حدود منطقة مكة المكرمة في بقية مناطق المملكة ولله الحمد هناك داخل هذه الجمعيات ربما يسمونها بوابات أو منصات أو سميها بما يسمونها بالمجال التقني تستقبل المتطوعين وتوجيهم إلى العمال التطوعية وحقيقة أصبح هناك حتى فرق تطوعية تقدم ما شاء الله تبارك الله تقدم وتنافس وتنافس حقيقة الجمعيات الخيرية في العمل التطوعي هناك كثير من الفرق التطوعية في منطقة مكة المكرمة وغيرها من مناطق المملكة العربية السعودية نعم بارك الله فيكم أذكر الإخوة الأخوات بيمكنكم أن مشارك معنا وإرسال الأسئلة والمشاركات حول هذه الحلقة من خلال الأرقام التي تظهر لكم امتباعا بإذن الله إذن نتحدث عن هذه الصور نتحدث عن أشياء تعين الإنسان على تحقيق هذه القيمة كيف يمكن يعني الآن الممكن المشاهد كيف يمكن أن أبدأ في تحقيق هذه القيمة وإسعاد الآخرين هل هناك أمور ينبغي أن أراعيها في ذلك متى يبدأ يعني أحيانا الإنسان يبدأ لحظة البدء فقط الله أكبر أحسنتم أخي مصطفى حقيقة أول معين لنا هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى دائما نستعين بالله في جميع أعمالنا ومثل هذه الأعمال المباركة وندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الأعمال بل ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم لأننا حقيقة حينما نعمل مثل هذه الأعمال التي هي إسعاد الغير نعملها خالصة لوجه الله الكريم لا نريد فيها سماي سمونها الشوء الإعلامي أو الترحيب أو الذكر لا نريد فيها الأجر فنحن أول نستعين بالله ثم نخلص النية ثم نبدأ بالأعمال التي أنت تستطيع أن تعملها أنا أقول يا محمد يا سعيد يا خالد ماذا تستطيع محمد يقول أنا أستطيع أن أقدم خدمة سقي الماء على سبيل المثال أن أسقي الماء الرهجوار بيتي أعطيهم الماء ربما هناك ممشى بجوار بيتي فذا يذهب يعطيهم علبة ماء أو كأس من الماء يدخل على نفسهم السرور وأيضا ربما يكون لديه شكل أوسع يشارك في منظمة معينة أو يشارك من خلال جمعية معينة ويقدم برامج تقدم إسعاد الآخرين فلذلك نقول ابدا بما تستطيع ثم انطلق إلى الأفضل والأحسن ونسأل الله لنا ولهم القبول اللهم آمين والنقطة جميلة أن الإنسان في بداية هذا العمل أن يجعله خالصا لله سبحانه وتعالى فاصل أنه قد يكون فيه مشقة قد يكون فيه يستغرق وقت أو يبتعد عن بيته وآله فجميع أن يستحضر النية لله سبحانه وتعالى ويبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أستاذكم دكتور في هذا الفاصل القصير مشاهدين الكرام ونواصل وإياكم بإذن الله إلى قيم الخير حيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم فوائد ومسائل هل هناك كتب تجمع الأحكام التي يحتاجها المسلم والمسلمة؟ الجواب الحمد لله أولاً الحرص على العلم مما يحمد عليه المسلم لا شك أن حرصك على تعلم الأحكام المتعلقة بالمسلم والمسلمة مما يحمد لك فإن العلم شرف وفضيلة فالله سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويقول سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود وابن ماجة ويقول صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يطلب رواه أحمد في المسند ثانياً كتب اجتملت على الأحكام التي تهم المسلم والمسلمة الكتب في ذلك كثيرة نذكر منها أولاً منهاج المسلم تأليف الشيخ أبي بكر جابر الجزائري رحمه الله ثانياً كتاب الإيمان وكتاب الفقه الميسر وكلاهما ألفه نخبة من العلماء ونشره مجموع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ثالثاً كتاب الإرشاد إلى معرفة الاعتقاد وكتاب الملخص الفقهي وكلاهما للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله رابعاً كتاب فتاوى أركان الإسلام للعلامة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله خامساً كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو أيصر هذه الكتب ويمكن البداية به وله عدة شروح متوفرة على الشبكة وهو مترجم لمعظم اللغات الحية سادساً دليل المسلم الميسر وهو كتاب وموقع إلكتروني بعدة لغات يشرف عليه الشيخ أحمد سالم باهمام سابعاً كتاب زاد العباد إصدار موقع الدرار السنية ثامناً كتاب فقه العبادات إصدار موقع الدرار السنية أيضاً والله أعلم فوائد ومسائل إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم أهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامج قيمنا نتحدث في هذه الحلقة بإذن الله عن قيمة إسعاد الآخرين مع ضيفنا الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الثقافي حياكم الله في هذه الحلقة كنا تناولنا عن صور ومجالات إسعاد الآخرين نتحدث عن أهمية القدوة حقيقة في هذا الجانب وكيفية بدء الفكرة من الشخص نفسه ومن معه الله أكبر حقيقة كما أخبرناكم سابقاً القدوة هي مهمة في العمل الخيري ومهمة حقيقة في العمل المجتمعي ومهمة في مثل هذه الأعمال المباركة التي تعد بإذن الله عمل دائم ونفع دائم ألا وهي إسعاد الآخرين نحن حقيقة نحتاج أن يكون لدينا قدوات في الاجتمع نتلمسها ونقتدي أثرها وننصح حقيقة أبناؤنا وبناتنا بأن يكون هناك لديهم القدوات الصالحة التي الذين يدلونهم على الخمل على العمل الخيري عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي حقيقة نحتاج أن يكون لدى أبناؤنا الصحبة الصالحة ضع بينها كما يقال قوسين الصحبة الصالحة الصحبة الصالحة التي تدلك على العمل الخيري اليوم يقول لك المكان الفلاني يحتاج إلى عمل خيري المكان الفلاني يحتاج إلى العمل الخيري نحتاج أن نزود إيماننا نحتاج أن نرفع درجاتنا نحتاج هذه هي القدوة الصالحة هذه هي الصحبة الصالحة التي نتمنى أن نكثر من أمثالها في مجتمعنا الخيري وكما تفضلت دكتور أنه هي أصلا باب من تعزيز الثقة بالنفس والإنسان عندما يقدم على هذا العمل ويسعد الآخرين هو يعزز الثقة في نفسه ويجعله سعيدا وفرد صالح في المجتمع ينجز ويعطي لعلنا أيضا نتحدث عن صور وأشكال إسعاد الآخرين يعني ما هي الأشكال التي ممكن من خلالها أن يدخل المسلم على المسلم هذه السعادة ويسعد الآخرين الله أكبر هذا باب عظيم حقيقة وهناك الكثير من مجالات إدخال السرور الكثير منه حقيقة يعتقد أنه فقط حينما أقدم مالا لشخص ما هو عبارة عن إدخال السرور لا الكلمة الطيبة إدخال السرور المعاملة الطيبة إدخال السرور نقل المعلومة بشكل صحيح إدخال السرور المساعدة في عمل ما أو في قضاء حاجة ما هذا إدخال السرور أيضا تقديم الخدمات سواء المباشرة أو الغير مباشرة هذا إدخال السرور الحرص ثم الحرص على نقل الأخبار السعيدة والسارة إدخال سرور أيضا أخي الكريم نسعى دائما على نقل المعرفة الإيجابية فهذا دليل على إدخال سرور نحرص كل الحرص على نقل المعلومات التي تقدم الخيرا للمجتمع ففيها إدخال سرور للمجتمع كما أن من مصادر إدخال السرور ألا وهي كيف أدل ابني أو ابنتي إلى المكان الجيد الذي يتعلم منه الشيء المفيد الذي يحسنه في داخل المجتمع ويرقيه حتى علميا ومعرفيا نعم جميل وهذا الأشياء ينعكس على الطالب فلو كان طالب جامعي هذا سيكون في مسيرته وفي سيرته الذاتية وما يشكل حقيقة له خبر عملية في هذا الجانب ولعلكم على اطلاع من هذه الحملات التطوع عندكم الأثر الكبير أنه طالب الجامع يستفيد أيضا من هذه الحملات التطوعية التي يشارك بها ليس فقط هي مسألة خطة جامعية أو كذا إنما هناك تعليم واقعي هي خبرة حقيقة يكتسبها ومهارة تسقل في المتطوع من خلال هذه الأعمال التطوعية وكما أخبرنا سابقا أن أصبح العمل التطوعي لدينا الآن عمل مؤسسي له نماذج وله لوائح وله سياسات وله اشتراطات بل حتى المتطوع لديه حقوق وواجبات لديه حقوق يعملها وواجبات يعملها وأيضا المنظمة التي تستقبل هذا المتطوع لديها سياسات وحقوق وواجبات المتطوع فأنا أقول من هذا المنبر المبارك كلما استطعت أن تتطوع كلما استطعت أن تزيد من خبرتك من مهارتك من سقل المعرفة التي لديك بل من زيادة العلاقات لديك يعني ربما اليوم تكون في جدة غدا تكون في مكة بعده تكون في الرياض لاحظ الانتقال من مكان إلى مكان بيئة جغرافية ناس مختلفين أفكار مختلفة تيارات مختلفة خلالنا نسميها بهذا المسمى أصبح لدى هذا الشخص انفتاح معرفي وإثراء معرفي أصبح لديه الخبرة الكاملة والدراية الكاملة ربما غدا يكون في مجال معين يكون في منطقة ما ثم ينتقل إلى منطقة أخرى إلا وهو كما يقال أصبح لديه أصدقاء وبناء معارف هذه المنطقة هناك أيضا من صور ومجالات إسعاد الآخرين الآن إيجاد بيئة عمل داخل مؤسسة وهذا ما يقصد بالسعادة المؤسسية لعلنا معكم دكتور نتعرف أكثر عن هذا المفهوم السعادة المؤسسية ونتحدث عنها وأركانها داخل المؤسسة أحسن طب حقيقة السعادة المؤسسية ليست مفهوم جديد كما يسمونها الآن إنما هي انتداد المفهوم الاتصال الداخلي في العلاقات العامة والهدف منها هي كيف أسعد الموظف في داخل هذه المنظمة كما تعلم أغلب الوظائف لدينا ربما تكون ست ساعات إلى ثمان ساعات الثمان ساعات هذه ألا يكون في داخل هذه الساعات جزء بسيط من إدخال السعادة أصبح لدى الآن ولله الحمد كثير من المنظمات وعي كامل وكبير في مثل هذه الأمور أصبح لديهم ما يسمى بيوم السعادة أصبح ما يسمى لديهم بمركز السعادة بعض المنظمات أصبح لديها نادي السعادة بحيث أنه لديك ساعة في أثناء الدوام تذهب إلى نادي السعادة تجلس مع أصدقائك تحتسي كوبا من الشاي أو كوبا من القهوة تلعب ألعاب بسيطة بحيث تكسر روتين العمل ثم تعود مرة أخرى أنت نشيط ومجتهد وكما يقال بحيوية كاملة ولذلك نحن حقيقة أصبحنا نجدها بشكل كبير في المنظمات العالمية وفي المنظمات المحلية بل أصبح بعض الجهات حولوا من مسمى الموارد البشرية إلى الثروة البشرية إيمانا بأهمية الموظفين لديهم نواصل إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير وهي موضوع السعادة المجتمعية والمؤسسية حقيقة لها الأثر الكبير وكما ذكرتم دكتور هناك بعض المؤسسات التي فعلا طبقت هذه الخطوات وجدت الأثر الطيب في ذلك مشاهدين الكرام فاصلوا قصير ونواصلوا وإياكم بإذن الله إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم مقسوم رزقك يا خلي ويسير وراءك كالظلي مقسوم رزقك يا خلي ويسير وراءك كالظلي يقفو قطواتك يتبعها قدر في اللوح كما الأجلي لا تعجل واصبر محتسبا تؤجر لو جاء على مهلي الله الرازق قدره من قبل الخلق وفي الأزلي لا تشغل بالك كن فطنا لن يأتي رزقك من عجلي ستوفى الرزق وتأخذه حتما يأتي قبل الأجلي فاسأل مولاك إذا احتدمت من ذا ينجيك من الكللي من ذا ينجيك من الكللي فخزائنه دوما ملأ بالخلق رحيما لم يزلي بالخلق رحيما لم يزلي مقسوم الرزقك يا خلي ويسير وراءك كالظلي ويسير وراءك كالظلي مقسوم الرزقك يا خلي ويسير وراءك كالظلي ويسير وراءك كالظلي إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامج قيمنا نتناول قيمة إسعاد الآخرين مع ضيفنا الدكتور أحمد الثقفي حياكم الله دكتور سلامكم الله أخي مستوى تحدثنا قبل الفاصل عن مفهوم السعادة المؤسسية نتحدث كيف يمكن أن تبدأ المؤسسة في إسعاد العاملين أو الموظفين لديها هل هناك خطوات عملية نبدأ بها كيف يمكن تحقيق هذه الهدف أحسنتم أخي مصطفى كما أخبرتكم قبل الإعلان أن هناك بعض المنظمات أصبح لديها وعي وفهم عالي فحولت من مسماها الموارد البشرية إلى الثروة البشرية لأنها ترى أن هذا الموظف هو ثروة نجاح هذه المنظمة وهناك حقيقة كثير من الأشياء التي تعمل داخل هذه المنظمة على سبيل المثال خلق سلسلة من المبادرات والتخطيط السليم لبرامج تسعى لتوفير البيئة المناسبة والسعيدة لهذا الموظف أيضا توفير العدالة داخل هذه المؤسسة للموظفين الموسيء نقول له أسأت والصحيح نقول له أصبت وأحسنت أيضا توفير البيئة المبدعة والمبتكرة لهؤلاء الموظفين تقدير المشاعر المعنوية الموظف هنا ليس آلة هو إنسان لديه مشاعر حزن سرور سعادة اكتئاب أشياء كثيرة حقيقة نحتاج أن يكون لدينا تلمس لحاجات هؤلاء الموظفين وإدخال السرور عليهم من خلال هذا التلمس قد يكون الموظف دكتور عنده موضوع بسيط جدا إذا انحل الأمور تتيسر جدا موضوع بسيط ربما يكون موضوع مالي موضوع عائلي موضوع توصيل في مكان ما بسيط جدا ينحل بطريقة سهلة وبسيطة تكسب ولائه لمنظمتك وتكسب إسعاده وإدخالة سرور حتى لأهل بيته من خلال رضاءه وأريحيته في العمل وعدد من المؤسسات كان هناك موضوع الاستشارات والجانب تقديم المعرفة والتدريب والتطوير للموظفين حسنت يعني ليس فقط الموظف يبقى في مكان ما أو في درجة معينة حسنت إنما تحفز على التطوير والتحفيز حسنت وهذا مما يسمونه في علم المؤسسات التعلم والنمو فهناك ربما يكون لدى بعض المؤسسات والكثير والله الحمد أصبح لديها خطة التدريب الموظف من أول ما يدخل ما خطة التدريب التي لديه سواء التي يحتاجها أو التي تزيده معرفيا تحقق له إن شاء الله بناء قيادات مستقبلا وهذا في حد ذاته إسعاد للآخرين إسعاد للآخرين إنسان لما يدخل يعني بوظيفة ما ثم يتطور ويترقى فيها حتى يصل إلى درجة إلى الأفضل وإلى الأحسن ويصير له الشخصية المعنوية المناسبة في داخل هذه المنظمة نعم نكمل معكم كيفية يعني طرق إسعاد الموظفين أو المؤسسي في داخل المؤسسة أيضا مما يدم يعني يحقق السعادة داخل هذه المؤسسة التواصل القيادة مع الموظف حينما يكون المدير العام أو رئيس الإدارة أو رئيس الشركة يتواصل معه يعني أقل من موظف وليس هنا فيهم قليل لكن يقول في الدرجة الأولى أو في الدرجة الثانية يتواصل معه كيف حالك يطمئن عليه أنا لدي اليوم يعني حوار معك أريد أن أناقش معك هذه حقيقة تدخل السرور لداخل هذا الموظف وإذا كان هناك حقيقة أنه اجتماع للعموم من خلال رئيس المجلس أو من خلال مدير الإدارة مع بقية الموظفين فهذا مما يدخل السرور والبهجة على الموظفين نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير ننتقل وإياكم إلى استقبال عدد من الأسئلة من الإخوة والأخوات هناك من سأل كيفية تطوير أو تفعيل روح العمل التطوعي لدى الفرد وداخل الأسرة طيب داخل الأسرة خلينا نبدأ فيها من خلال قدوة الصالحة كيف أستطيع أن أبني القدوة الصالحة لأبنائي وبناتي خير من يعمل ذلك هو أنت أخي السائل أو أنت أختي السائلة حينما أنت تشارك في الأعمال التطوعية أو أنت تشاركين في الأعمال التطوعية لا تنسوا أن تصحبوا أبنائكم معكم في هذه الأعمال التطوعية وليس فقط للمشاركة إنما فقط لكي يروا ويشاهدوا هذا العمل التطوعي والأثر الذي يتلمسوا بعد هذا العمل التطوعي ثق تماما بإذن الله القادم سيكون هو من سيتطوع الإبن أو الإبنة من تلقاء نفسها أيضا القصص الإيجابية عن العمل التطوعي حينما أستشهد ببعض الشخصيات الموجودة في المجتمع سواء الماضية أو الحاضرة وأحكيها أمام أبنائي وبناتي ومآثرهم في المجتمع وما قدموا للمجتمع من خير هذه حقيقة ستزرع في أبنائي وبناتي حب العمل التطوعي نعم بارك الله فيكم أيضا الأخ عبد الله من مصر يقول أحيانا يريد الإنسان إسعاد الآخرين وبعض فئات المجتمع مثل الفقراء والمساكين لكنه لا يملك المال الكافي فكيف يعني يسعد الآخرين الله أكبر شكرا لك أخي عبد الله وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة فقط الإبتسامة فهي فيها صدقة وفيها إسعاد للآخرين وهذا دليل على أن إسعاد الآخرين ليس بالمال المال نعم هو عصب الحياة لكن هناك طرق أخرى أسعد فيها الآخرين المساعدة الاهتمام نقل المعرفة وغيرها من الكثير الذي ذكرناه ولله الحمد أثناء الحلقة أحيانا دكتور لو الإنسان يعني يحمل معه لو ساعد أعانه على مثلا حمل مادة معينة نعم نعم أوصله معه في السيارة يعني كل هذه الأمور التي يعني فيها جارك سواء في البيت أو في المسجد حينما تلقي عليه السلام أو التحية هذا إدخال سرور وسعادة نعم أيضا الأخت آمة الله من السودان تقول نريد نصيحة لمن يقصر مع أهل بيته تجده يسعى في إسعاد الآخرين ولكنه يقصر في إسعاد أهل بيته الله المستعان نقول له قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله حقيقة نحن نحتاج من هذا المنبر رسالة لعموم المجتمع أن من يريد إسعاد الآخرين فليسعد أهله قبل إسعاد الآخرين لأن سعادة الأهل هي الأهم وهي الأفضل وهي التي فيها بإذن الله البركة العالية بإذن الله نسألنكم في هذا الفاصل الأخير مشاهدنا الكرام ونواصل وإياكم طبقا معنا إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم طابت مجالسنا وفاح أريجها وتنورت من ذكر سيرة أحمدا المرسل الهادي البشير المصطفى في الاقتداء به السعادة والهدى الله فضله وأعلى ذكره فغدا إماما للبرية سيدا فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى للسالكين ومن بسيرته اقتدى إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة نتناول قيمة إسعاد الآخرين ونرحب مجددا من ضيفنا الدكتور أحمد الثقفي حياكم الله دكتور بارك الله فيكم كنا قبل الفاصل نتناول بعض الأسئلة التي وردتنا من خلال الرقم والبرنامج أيضا الأخت رانية من السودان تقول كيف أسعد أمي وأبي إذا كان هناك في العائلة جومي للمشاكل أو الاكتئاب بداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالهم جميعا بإذن الله الأمر الآخر الأب والأم لا يقارنون بأي شخص آخر لا يقارنون بأي شخص آخر حقيقة يحتاجوا إلى السعادة يحتاجوا إلى الرضا يحتاجوا إلى التقدير يحتاجوا إلى الاحترام أبوك وأمك اليوم معاك ربما غدا لن يكونوا معاك فنحن حقيقة نحتاج أن نسعدهم وأن ندخل السرور فيهم كما أسعدونا وأدخل السرور فينا ونحن صغارا فهذا واجب لا كما يقال عمل إحسان لا بل هو واجب علينا إدخال السرور أما المشاكل فهي موجودة في كل بيت موجودة في كل أسرة ربما هناك إن شاء الله من خلال الدعاء نتغلب على هذه المشاكل وفي طرق كثيرة إن شاء الله تحل هذه المشاكل نعم من هذا المنبر دكتور نتحدث عن أهمية حقيقة أن إسعاد الآخرين داخل الأسرة والبدء من يعني حتى مع الأطفال منذ الصغر تعزيز هذه القيمة داخل البنزل أحسنت أحسنت ولذلك دائما نقول كن سعيدا سيكون أبنائك وبإذن الله سعدا بث روح السعادة داخل أبنائك داخل بناتك داخل الأسرة داخل المجتمع الذي أنت تعيش فيه المجتمع الآن حقيقة مع تضارق الأيام ومع تسارع الأيام ومع الأخبار التي تأتينا من خلال التقنية يحتاج إلى الإبتسامة يحتاج إلى السعادة يحتاج إلى الروح الطيبة فنحتاج حقيقة أن نخلق الجو السعادة في داخل الأسرة بإذن الله نعم بارك الله فيكم كما ذكرتم إبراز القدوات في هذا الجانب مهم جدا من خلال مثلا قراءة شيء من السنر النبوية في تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم في العلماء ومن هم يعني لهم خبرات في هذا الجانب أحسنتم ولذلك هذا يعني أمر مهم جدا ننصح كل أب وكل أم من خلال سواء وسائل التقنية تبحث عن مصادر في إدخال السرور على أبنائها أو بناتها أو على الأسرة بشكل كامل وتصنع حقيقة خلنا نقول دروس أو محاضرات بسيطة أو لقاءات بسيطة مع الأبناء تحكيهم عن قصص النبي صلى الله عليه وسلم في السعادة مع صحابته الكرام أو التابعين من بعدهم أو الشخصيات الماضية أو القديمة أو الحاضرة كيف أدخل السرور والبهجة على أبنائهم وبناتهم نعم أيضا الأخ مؤيد من مصر يقول كيف يمكن أن أتعامل مع شخص يعني يسبب مشاكل في بيئة العمل ويعني كيف يمكن أن أصلح هذه العلاقة معهم نسأل الله أن يصلحه بالدعاء هذا أولا نسأل الله أن يصلحه الشيء الثاني أن تقدم الحسنة أن تقدم العمل الصالح كن أنت من يبادر بالسلام كما قال وخيركم من يبادر بالسلام كن أنت من يبادر بالعمل الخيري كن أنت من يبادر بالابتسامة كن أنت القدوة الصالحة له وبإذن الله سيتعدل حاله إلى الأفضل وإلى الأحسن بإذن الله وهذا شيء يعني يقودنا دكتور إذا كانت بيئة العمل أصلا فيها مشاكل وفي بعض البيئات يعني بحكم ممكن ضغط عمل أو مشكلة معينة داخل المؤسسة أنه يكون هناك عند قوله السعادة المؤسسية يقول لك لا مستحيل يعني كيف يمكن أن نتغلب فعلا عن هذه المشكلات لا يخلو مكان ما من المشاكل حقيقة هذا هو كما يسمونه ملح الطعام أو ملح الحياة لا بد من وجود المشاكل سواء المشاكل الصغيرة أو الكبيرة لكن ماذا أعددت لمثل هذه المشاكل ما هو الاستعداد الذي لديك كيف تواجه هذه المشاكل حقيقة هناك الكثير من البرامج التي يستطيع الإنسان أن يتدرب عليها سواء مواجهة الأزمات مواجهة المشاكل وغيرها التي يستطيع بإذن الله يتغلب عليها سواء داخل المنظمة أو خارج حتى هذه المنظمة أذكر نفسي وأذكرهم دائما بأن تتوكل على الله تتوكل على الله وتستعين بالله في كثير من الأمور فبإذن الله ستنقضي مثل هذه المشاكل وجانب التطوير الإنسان دائما يطور في نفسه وفي خبراته وكما ذكرتم هناك عدد من الدورات التي مثلا في إدارة الأعمال في حال المشكلات في اتخاذ القرارات وغير ذلك حسنت وهذه جانب إداري بحث يحتاج الإنسان أن يطور نفسه فيها نعم في ختم هذه الحلقة لعلنا نوجه رسالة أو خلاصة في إسعاد الآخرين أنا أقول لا تنسى أخي وأختي نفسك من إسعاد نفسك من خلال الأعمال الخيرية ومن خلال زرع هذه الابتسامة في الغير وأقول على الملأ أسعد الناس كيفما تستطيعون فبإسعادكم للناس هو إسعاد لأنفسكم بإذن الله بإذن الله تعالى بارك الله فيكم وجزاكم الله خير في هذه الحلقة المباركة وشاهدين الكرام لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نتقدمه بالشكر الجزيل لضيفنا الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الثقفي ونشكركم على حسن المتابعة وإلى لقاء قادم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بأخلاقنا نرتقي والقيم بهذابنا وبحسن الشيام بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم لعانى إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عليات الهمم ترجمة نانسي قنقر